نفذات قوات المسلحة عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش عن الزراعات المخدرة بسيناء ويأتي ذلك استمراراً لجهود قوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مقدرات الوطن حيث تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية استمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مقدرات الوطن تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة وذلك خلال الفترة من التاسع من إبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 وقد أصفرت نتائج المدهمة عن اكتشاف وتدمير أربعمائة وتسع وثلاثين مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة ثلاثمائة وثلاثة عشر فداناً تنقسم إلى ثلاثمائة فدان لنبات الخشخاش المخدر وعشرة أفدنا لنبات الهايدرو المخدر وثلاثة أفدنا لنبات البنجو المخدر حرق وتدمير أربعة وأربعين طن وسبعمائة وأربعة وسبعين كيلو جرام مواد مخدرة تنقسم إلى خمسة وثلاثين طن بنجو وأربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثين كيلو جرام بوذور بنجو وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر كيلو جرام بوذور خشخاش ومائتي كيلو جرام هايدرو وتسعمائة كيلو جرام بودرة حشيش وستمائة وتسعة وعشرين كيلو جرام حشيش ومائتي كيلو جرام أفيون كما تم ضبط ستة عشر متهماً وتدمير البنية التحتية للذراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير أربعة عشر مصنعاً لتصنيع جوهر الحشيش المخدر وعشرة مكابس وثماني مفرمة حشيش ضبط وتدمير مائتين وواحد حوض مياه بمساحة من عشرين إلى ثلاثين متراً مكعباً واثنتين وخمسين مكينة مياه وثلاثة وثمانين ألف متر خراطيم مياه وستة مولدات كهرباء وخمسين لوح طاقة شمسية كما تم ضبط تسع عربات نقل وثلاث دراجات نارية وأربع عشرة خزنة دخيرة وأربعمائة واثنتين وتسعين دخيرة أنواع هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر